رفضت الحكومة اليمنية مساء الاربعاء الفائد تصريحات منسق الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة في اليمن بشأن وجود ازمة في الوقود تصريحات تقول الحكومة الشرعية في بيان نشرته وكالتها الرسمية انها دليل اضافي يثبت انحياز الامم المتحدة للانقلابيين الحوثيين اذ تعتمد على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون الاعتماد على تقارير ميدانية وفرق لتقص الحقائق فالازمة المستفحلة في الوقود بحسب الحكومة جاءت بعد اعلان الميليشيا الانقلابية قانون تعويم اسعار الوقود وحصل عملية استيرادها لصالح السوق السوداء سوق تتبع قيادات حوثية تشكلت على شكل مافيا تحتكر استيراد النفط وتشتريه باسعار زهيدة لتبعه للمواطنين في مناطق سيطرتها باسعار خيالية تجني من ورائها مليارات الريالات وتبني ثراء فاحشا كما تمول حربها العبثية ضد اليمنيين اما الامم المتحدة فهي لا ترى السوق السوداء اذ تتحدث عن ازمة وقود بسبب ما تسميه حصار التحالف لكنها تتجاهل وجود كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء ومن اين جاء هذا الوقود وكيف انها تتحدث عن عدم وجود للمشتقات النفطية لكن المواطن يجدها عند سوق الحوثيين السوداء باسعار خيالية بل ان تقريرا صدر عن جهات رقابية تتبع سلطة الانقلاب ذاتها تم تقديمه لما يسمى بمجلس الانقلاب السياسي يفيد ان القطاع النفطية في صنعات تحول الى سوق سوداء عبر رفع اسعار المواد النفطية الى مستويات جنونية رغم احتواء خزانات القطاع بالمشتقات النفطية ما يؤكد افتعال الميليشيا الحوثية للازمة بهدف بيع الوقود في سوقها السوداء ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الاشعار